أهلاً أعزائي المشاهدين حديثنا عن رسائل سماوية من تحركات ملائكية أيام أو في فترة ميلاد ربنا يسوع المسيح قلنا أنه الملاك جبرائيل واحد من الرؤساء الأولين ظهر في العهد القديم لدانيال على الأقل مرتين أو ربما ثلاث مرات وبعد صمت أكتر من خمسمائة سنة نراه يظهر لزكريا الكاهن وخليني في البداية أقرأ بعض الآيات من بشارة لوقا في الإنجيل المقدس لصاح الأول من آية 8 فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين المذبح يمين مذبح البخور فلما رآه زكريا الطرب ووقع عليه خوف فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك ألي صباط ستلد لك ابنا وتسميه يحنى ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم هذه الزيارة الأولى كانت للكاهن زكريا أو النبي زكريا ألاحظ في ظهورات الملاك البشير لوقة بركز على ردة الفعل الإضطراب والخوف وأول جملة في الظهور دايما الملاك يردد هذه العبارة لا تخف يا زكريا لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت ودايما بتشوف يعني الملاك إله قدرة يعني هذا الملاك جبرايل بتشوف إله أعمال قديرة منها لمس مثلا دانيال حتى يردله الحياة لأنه روحه يعني ماتت فيه من الخوف شجعه ويقوه وهنا كمان زكريا بقوله لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وبعدين بتكلم عن فرح وابتهاج يكون للجميع وطبعا يعني زكريا وألي صباط كانوا من نسل الكهنود وكانوا اتنين عقر يعني ما بيخلفوش بعدين زكريا كان كهل يعني عجوز كبير وكانت ألي صباط أيضا عجوز كبير في العمر وانقطعت عادة النساء ولكن أحبائي كما قال الملاك عندما بشر مريم قال لها عن ألي صباط لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله في تكوين 18 لما الملاك كمان بيبشر إبراهيم في ولادة إصحاق إبراهيم كان عمره 100 سنة وصاره كانت 90 سنة يعني مستحيل أنه يخلفه مستحيل ولكن أحبائي كان سؤاله هل يستحيل على الرب شيء فالله هو الإله القادر على كل شيء والملائكة كانت بتوصل هذه الرسائل هذا الملاك أحبائي مثل ما قلت له أعمال معجزية من لمس وقوة قادرة استطاع أن يخرس زكريا وزكريا أصيب بالصمت لمدة تسع شهور حتى ولادة يحنى فكان عنده هذه القدرة ولكن الشيء المزهل كلامه لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قاد سمعت وبعد يوم نشوف لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله وهل يستحيل على الرب شيء في تكوين 18 واليوم أنت عم بتشاهدني وحاسس أنه في جبل أمامك في شيء بتعتبره مستحيل عاوز أشجعك وأقول بالإيمان أنه كل شيء مستطاع لدى المؤمن لأنه الرب هو إله المستحيلات يعني إن كان لك إيمان تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل صلاة الإيمان تشفي المريض ويمكن انتظرت طويل ويمكن في ناس بيشاهدونا عم بيصلوا من أجل النسل الصالح وطالت المدة تخيل كام المدة كانت مع إبراهيم وصارها تخيل مع زكريا والصبات تخيل الفترة الزمنية يعني في الوقت اللي خلص إنهم حتى نسيوا الطلبة ونسيوا الصلاة ولكن أول جملة بيقول له لأن طلبتك قد سمعت وعاوز أشجع المشاهدين طلبتك قد سمعت تعرفوا بتذكر كلام الرب إلى الملك ملك حزقية ملك يهودة كان ملك صالح قال له قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك ها أنا ذا أشفيك واليوم في ناس عم بتشاهدني عاوز أقول لك اليوم بالإيمان إنه طلبتك وصلاتك قد سمعت فقط أشكر الرب وسبح الرب وثق في وعد الرب حتى لو الأمر بيبدو مستحيل فصلاة اليوم كل مشاهد حتى لو كان عندك سرطان باسم الرب يسوع يشفى السرطان إذا لكم سنين بتنتظروا بتحاولوا كل المحاولات من أجل الإنجاب بصلي اليوم من أجل معجزة في حياتك كما فعلها مع إبراهيم كما فعلها مع رحيل مع رفقة كما فعلها مع حني أم سموئيل وألي صباط هو قادر إنه يعملها معاك اليوم لا تخف لأن طلبتك قد سمعت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر